وفي شأن منفصل أكدت الخارجية الأمريكية على ضرورة حماية المدنيين في أي عملية عسكرية على الأراضي العراقية وحثت الخارجية الأمريكية الحكومة التركية على عدم إذاء المدنيين خلال عملياتها العسكرية وأشار متحدث الخارجية الأمريكية إلى أن بلاده تتفهم التهديدات المستمرة للعماليين على الحدود العراقية التركية وكانت تركيا قد نفذت خلال العامين الماضيين عمليتين في قضاء باتفا والعمادية وأقامت حتى الآن 150 نقطة عسكرية بعمق 35 كم داخل أراضي إقليم كردستان